القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبح أصبح تقدّل حديثي إليكم حديثي إليكم اليوم عن الإمساك الإمساك هو عرض صحي وليس مرضاً فهذا العرض الصحي قد يحدث بدون مرض وقد يحدث بسبب العطش وقد يحدث بنفس الوقت بسبب نقص سوائل الجسم فالمعدل المثالي لشرب الماء ثمانية أكواب في اليوم بما في ذلك السوائل الأخرى كالمشروبات والعصائر والشاي وغيره وقد يحدث الإمساك أيضاً بسبب قلة تناول الفواكه والخضار والسلطات والألياف وقد يحدث الإمساك بسبب الخمول والكسل وقلة النشاط البدني لأن حركة الأمعاء تخمل عندما لا يقوم الإنسان بأي نشاط رياضي وكذلك قد يحدث الإمساك بسبب الإجهاد الفكري والعقلي فتجد الإنسان لا يسترخي وبالتالي قد يتطور هذا الإمساك ليصبح مزمناً أو قد يسبب تهيج القلون العصبي أو قد يسبب السمنة قد يسبب الفتاق قد يسبب أمراض أخرى كالزائد الدودية تمدد القلون وهذا يسبب معاناة طويلة المدى لهؤلاء الأشخاص بل إن دراسة أخرى ربطت نموات كبكتيرية مثل الهيلوباكتر أو جرثومة المعدة بشدة الإمساك وكثرة يعني بقاء الفضلات في الجسم لفترة أكثر من اللازم وعدم الذهاب لدورة المياه بطريقة يعني مرتبة وبالتالي قد تكون هذه الهيلوباكتر أو جرثومة المعدة على مدى طويل سببا لسرطان القلون لذا يجب علينا أن نذهب إلى دورة المياه حالما شرعرنا بالرغبة للذهاب إلى هناك وإخراج هذه الفضلات لأن تأجيل إخراج هذه الفضلات من الجسم يسبب تمدد القلون وارتخاء العضلات ويسبب أيضا مشاكل أخرى ففي دراسة بريطانية على سرطان القلون مثلا نسبة كبيرة منهم في التاريخ المرضي الذي ذكره هؤلاء المرضى كان 56% منهم منشغلين طوال اليوم في أعمالهم ودوامهم وانشغالهم في محطات القطار أو أماكن لا يستطيعون الذهاب إلى دورة المياه بسرعة فيؤجلون إفراغ فضلات الجسم ليس بسبب عدم الشعور بالرغبة بل لإنهاء أعمالهم اليومية وأن 43% كان لديهم إمساك طويل المدى يبقى ثلاثة أيام أو يومين بدون تفريغ الأمعاء وهذا أدى إلى بقاء الفضلات لوقت أطول وكلما ازداد بقائها كلما نقصت سوائلها وتحجرت وأصبحت موجودة في الأمعاء لفترة طويلة وأيضا من المصائح المهمة عدم اللجوء للمسهلات والمواد التي تسبب الإسهال كيميائيا وتباع في بعض الصيدليات أو عند العطارين لأنها تجعل الأمعاء خاملة أحيانا ويتعود الجسم على المسهلات وتجعل هناك انزلاق من جدار الأمعاء وبالتالي لا يستطيع الجسم امتصاص المواد الغذائية الكافية بل يجب معالجة الإمساك بالماء والدافئ بالشرب بالمياه والسوائل بالرياضة بالألياف بالأنخالة بالفواكه والخضار وبالتالي يجب أن لا نترك هذه المواد الضارة في الجسم لفترة تزيد عن يوم أو يومين أو نقلل من سوائل الجسم وبالتالي تترسب فتعطي رائحة كرهة حتى للفم أحيانا وتعطي أيضا أمراض قولونية أو أمراض ما يسمى أمراض العصر حديثي إليكم